برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية برنامج ولي العهد على مدار 25 عاما تطورا مستمرا في مختلف جوانبه التعليمية وقدم 246 منحة دراسية وابتعث طلاب البرنامج للدراسة في جامعات عالمية مرموقة وذلك في سبيل تحقيق أهدافهم التعليمية التعليم ركيزة أساسية للتنمية ومتطلب أساسي لبلوغ الغايات هذا ما يؤكد عليه دائما صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإيمانا بذلك أطلق سموه في عام 1999 برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية هذا البرنامج عمل منذ إنشائه على توفير الفرص للشباب المتفوقين للتعلم في أرقى الجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية وتقديم منح دراسية خاصة بالتطوير الوظيفي من خلال الدعم والتدريب وذلك عبر تزويدهم بالأدوات اللازمة ليصبحوا صناع قرار يسهمون في التنمية الوطنية محليا وإقليميا ودوليا ومنذ تجهين برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية تم تقديم 246 منها وابتعاث طلاب البرنامج للدراسة في جامعات عالمية مرموقة في تسع دول مختلفة حول العالم حيث درست طلاب المبتعثون في 69 مؤسسة للتعليم العالي فيما حصل خريجو البرنامج على وظائف نوعية في 141 مؤسسة عالمية وفي السادس من يناير احتفى برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية بليوبيل الفضي لانطلاقه فعلى مدى 25 عاما كان وما زال يعمل البرنامج على خلق جيل مبتكر ومبدع واثق بقدراته على المساهمة في تحقيق كل ما هو متميز في المجالات كافة ورفض الإنجازات الوطنية التي تحققت بسواعد أبناء مملكة البحرين